صباح الخير إليك زينب وصباح الخير لملسان ولكل المشاهديات الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير مثل ما قلتي ومثل ما تابعوا المشاهدين بالتقرير السابق توافض من جميع المحافظات السورية الطلاب والشباب والشابات من جميع المحافظات السورية للمشاركة بي المسابقات النهائية للأولمبيات العلمية السورية على المستوى الوطني للموسم 2016-2017 هذا الموسم ربما هو مثل كل المواسم التي تقوم بها التصفيات النهائية ولكن المميز هذا العام رغم ظروف الحرب وست سنوات من الحرب ما توقفت هذه المسابقات العلمية وأيضا مشاركة من إدلب من الحسكة من ديرزور من محافظات ربما لا يخطر ببال أحد أن يكون الطلاب متواجدون اليوم لننطلع أكثر على هذه التحضيرات وكيف هي هذه المشاركة بيصرنا أكيد الرحب بضيفنا على الهواء مباشرة الأستاذ عماد العزب رئيس هيئة التميز والإبداع يسعى الصباحك أهلا وسهلا الصباح الخير أستاذ عماد اليوم خلينا نقول هذه المسابقات النهائية هي مسابقات دائما وبشكل دوري ولكن في الحرب إلى خصوصية معينة فلنتحدث عن أطلاب المشاركين والمحافظات التي أتوا منها رغم الظروف يعني خليني أقول أنه رغم سنين الحرب التي مضت على بلدنا وعلى وطننا بلغ عدد المشاركين بالاختبارات النهائية 417 شاب وشابة المجموعة الغياب منهم سبع الطلاب فقط على مستوى الوطني على مستوى القطر كله وهي نسبة أكاد تكون شبه معدومة يعني إذا أخذناها بالنسب العامي هذا واحد اتنين مشاركة كل المحافظات وأسرار الطلاب وأهم الطلاب هني أهالي الطلاب اللي مصرين أنه الأبناء ونشاركوا بهالحدث العلمي هذا الهام دليل على أنه البلد لستها بخير والوطن لستها بخير وإن شاء الله ستبقى بخير لح تتحسن الأمور أكتر وأكتر بمثال بسيط جدا أنه نحن وقت أقلعنا أقلعنا 49700 شاب وشابة بعد ست سنوات حرب لا شك العزيمة والإصرار الموجودة عند الشباب السوري عزيمة قوية والنتائج اللي عم يحصلوها إن كان على المستوى الوطني ولا على المستوى العالمي كمان نتائج تثبت للعالم أنه الشباب السوري قادر وقادر جدا أن يحتل مكان له ويأخذ مكان له على المستوى العالمي الطلاب اللي مشاركين معنا مشاركين معنا من كل محافظات القطر لتقيتوا هلا أنتوا وقناتكم الكريمة لتقت مع مجموعة من الطلاب طلاب من دير الزور طلاب من الإدلب طلاب من الحسكة من كل محافظات القطر حتى في بعض الطلاب تطرينا نحنا نقلناهم بالطيران جبناهم بالطائرة نقلنا الطلاب ونحن رجعهم بالطائرة إن شاء الله ونحن حرصين كل الحرص عليهم أقلعت العملية الامتحانية والاختبارات أقلعت منذ قليل والأمور ماشية بشكل جيد جدا تسير بشكل بطل ما هي مرسومة بالضبط يعني الأمور جيدة عنا فترة اختبارات هلأ من الساعة 9 إلى الساعة 12 بعدين فترة استراحة مع غدا بعدين من الساعة 3 إلى الساعة 6 الفترة الثانية وبكرة إن شاء الله حفل التكريم والتتويج تحت رعاية السيدة أسماء الأسد عقيدة السيدة الرئيسة الجمهورية هالرعاية الكريمة هاي هاللي دائما هي جزء أساسي وداعم أساسي للمشروع إن كان من خلال الرعاية ولا من خلال متابعة سيادتها لهالمشروع واهتمامها فيه بشكل مباشر نعم أساس عيماد قلت حضرتك شيء يمكن كتير مهم وهو إنه المشاركين من دير الزور ومن الحسكين بارحلت أينها ببعض الطلاب شفنا عندهم هاي الهمة يمكن هنن أول مرة في بعض منهم يشارك كان عنده أمل إنه الأولمبيات يغير حياته مثل ما غير حياته كتير من طلاب سبقه وشافه هنا هذا التغيير خلنا نحكي عن هذا النهج العلمي وتأثيره فيما بعد هي مو مجرد مسابقات علمية ورياضيات وفيزياء وكيما نحكي عن هاي الاستمرارية بتغيير نهج حياة لبناء جيل مستقبل بعد تجربة عمره دعش سنة أنا بأكد مية بالمية إنه الطالب اللي بيدخل على الأولمبياد هو بيدخل شخص وبيطلع شخص آخر تماما لأنه لح تختلف طريقة تفكيره طريقة استنتاجه طريقة دراسته طريقة فهمه للمواد اللي هو عما يدرسها نحن عامل أساسي الطلاب المتفوقين للأسف ما كتير إلهم مكان عندهم منا نحن فقط الطلاب المتميزين والمبدعين وأنا بأكد لحضرتك إنه الطلاب اللي موجودين ضمن القاع وهاللي هلأ عما يغضعوا لاختبارات وطنية هني كلهم متميزين لأنه نحن سوية الأسئلة تعتبر هذا العام من أعلى سويات الأسئلة اللي اتعرض لها طلابنا فبالتالي اللي قدر اجتاز المرحلة السابقة هو شاب متميز وشاب مبدع وبتمنى لهم أنا إنه هلأ يجيبوا علامات كتير عالية حتى نقدر إن شاء الله على المستويات العالمية النافس فيها التجربة اللي بيخضوها طلابنا ويطلعوا لبرة وبيجتمعوا مع 120 دولة مع 120 فريق بيشوفوا خبراتهم بيشوفوا الخبرة تبعهم بيشوفوا كيف عم يدرسوا كيف عم يأهلوا ويطوروا قدراتهم الذاتية من خلال مشاركتهم بالأولمبياد عم يكتسب شبابنا خبرة كتير كبيرة ثقافة الأولمبياد انتشرت بالبلد بشكل كتير كبير لدرجة إنه نحن يعني صار قبل الموسم تبدأ تجينا الاتصالات كيف أنا بدي شارك وشو الشروط طبع المشاركة وحتى أولياء الأمور أحد الأسباب الرئيسية هي المصداقية والشفافية بشكل مطلق ما في واسطة والدليل على ذلك لو كان في واسطة ما كنا جبنا نتائج على المستوى العالمي نحن عنا حصاد عالمي خلال عدة سنوات 61 إنجاز على مستوى العالم فهذا أكيد يعطي مصداقية للآلية اللي عما تشتغل فيها الهيئة من خلال الاختبارات هذا جانب الجانب الثاني اللي نحن عما نشتغل عليه هلأ عنوان عريض بدينا نشتغل عليه كنت حكيته مبارحة على قناتكم الكريمة أيضا هو تعليمهم أقل تعلمهم أكثر إن شاء الله الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي اللي حتبدأ تشتغل على هالنهج هذا لإفساح المجال للطالب إنه حجم المعلومات يكون قليل ويقدر الطالب نترك له فرصة إنه يفكر ويبدع ويستنتج ويحلل ما يتحول لطالب فقط مهتم إنه كيف بده يبصم ويحفظ حتى يحصل علامات أكيد أستاذ عيمادي يعني مثل ما شفنا مع حضرتك السنة وكنا متابعين لأيضا الجوائز واللي حاصلوا عليها الطلاب المشاركين بالأولمبيات بدي يتشكر حضرتك وبدي يقتبس منك مثل ما بتقول هو بداية حلم ولكن هالحلم يبدأ لنصر سوريا القادة بدي يتشكر حضرتك الحلم أصبح حقيقة يعني إن شاء الله والقادم أجمل والقادم أجمل شكرا وأنا رح أنتقل مع الكاميرا بعد إذنك لأيضا من أحد اللي جان المشاركين مع الأستاذ مع الدكتور عبدالوهاب علاف من اللجنة المركزية لمادة الكيميائي صباح صباح الخير صباح الخير للجميع إن شاء الله تحكيلي عن كيف كانت التحضيرات اجتماعكم مع الطلاب لأعدادهم لهذا اليوم اللي هو يوم يمكن بينتظروا رقم مانو بالسهل من الطلاب من المحافظات السورية هذا الامتحان هو الثالث بالسلسلة نقوم بعدس امتحانات حتى نوصل للمفريق الدولي هذا الامتحان الثالث وهو أنا برأي وصول جميع الطلاب بهذه المرحلة يعتبروا متميزين لأن اجتازوا الامتحان لأول مناطق ثم المحافظات ثم اليوم في المركزي غايتنا من هون الامتحان هو عبارة عن نشوف طلابنا هل يحاكوا السوية العالمية بالأسئلة الأسئلة مطروحة عالميا والتالي أنا عندي قناعة كاملة أن طلابنا حاس قدر هذه المسؤولية لأنني أنا أؤمن في نظرية أنه الجنس البشري واحد لا فرق بين دولة ودولة مدام في عقول مدام في عندنا طلاب ممتازين أسازة مبدعين أسازة مشرفين جيد جدا لذلك لا بد أن نصل إلى فريق ممتاز جيد جدا وهذا دليل أنه حصلنا على 61 جائزة عالمية برغم هذه الظروف القاسية لذلك أنا لا أستبعد أنه في المستقبل سيكون عنا علماء على مستوى كبير جدا جدا ولا تفاجأوا أنه هدوه الطلاب هنكون من طلاب الأولمبياد أكيد نحن ما نمتفاجئين وبنعرف أن سوريا إن شاء الله داما مستقبل كتير كبير بهمة هدوه الأطلاب شكرا 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 يعني مثل ما هلأ رح تتابعوا معنا رح ندخل إلى قاعة الامتحانات بقليل من الهدوء نحاول نرصد معكم أجواء الاختبارات النهائية للتصفيات وأيضا كيف الطلاب عم يتعاملوا حاليا مع الأسئلة اللي هي على مستوى عالمي ورحاول من محافظة حلب أهلا وسهلا فيك الحمد لله على السلام كيف كان الطريق الحمد لله كويس أخبرني كيف شايف أسئلة الامتحان الأسئلة شوية مستوى صعب وبدأ طلاب متميزين بس إن شاء الله منختار الطلاب المتميزين ونطلع منهم إن شاء الله شو بالنسبة لك الأولمبيات الأولمبيات شو بتعتبر هاي المشاركة الأولى لك ولا شاركة قبل بسنة الأولى لي ليش حبيت تشارك بالأولمبيات وأنا شاركت بالأولمبيات إنه مشان أقول تجيب حلوي موفق شكراً كتير إليك صباح الخير كيف أك ليح الحمد أتعرف فيك أنا لوتوس الحسن من محافظة حمص سهلا فيك الحمد لله على السلامة سلمك حكيلي كيف كان كيف شايف الاختبار ومشاركتك بالأولمبيات هي المشاركة الأولى ولا شو مشاركة الأولى والأسئلة يعني مستوىها صعب إن بدأ شغير كتير إن شاء الله بعرف حلوي متوقعين هذا الشيء أكيد أكيد كيف تحضيرات هيك والعزيمة منيحة الحمد لله مشاركة إن شاء الله بنلتقيكي بكرة بتكوني من الفايزين الأوائل شكراً حلو صباح الخير كيف هيك تعرفيني بنفسي قالين معروف من محافظة حمص سهلا فيكي كيف الأسئلة شايفت صعب كيف عزيمتك استعدادك هيك منيح الحمد لله يلا موفق آياتك العافية لحاول أرصد كمان عدد من الطلاب المتواجدين حالياً مثل ما أنتم شايفين كل طالب عم بيحاول طبعاً جهده لحتى يحل عدد كبير من الأسئلة اللي هي أسئلة موضوعة حسب معايير عالمية تنافز الأولمبيات العالمية في نمط الأسئلة المتواجدة وأيضاً رحاول أرصد أكبر عدد من الطلاب المشاركين لحتى يحكونا عن مشاركتهم صباح الخير صباح أتعرف فيك محمد نور صمان علم الأحياء من حلب أهلا وسهلا فيك الحمد لله على سلامة بداية الله يسلم مادة العلم الأحياء أي مادة العلم الأحياء كيف شايف الأسئلة وكيف كانت تحضيراتك لهذا اليوم الحمد لله كانت تحضيراتنا كلها تكويسة الأسئلة كلها تعني يعني بتناسب حتى للي تيجوا من بعدنا للمستوى الانتقاء وإن شاء الله نطلع منهم شو بمثل إلك الأولمبياد المشاركة بالأولمبياد المشاركة بالأولمبياد يعني هي وسيلة بس لتطوير موهبة أي طالب يعني ما كان هو مثلا مكتشفى من قبل فهو كان بحب هذه المادة فمن خلالها تطورت مواهبه وبفضل إن شاء الله يعني بيقدر يرفع راية بلده بالدام لعالم أشبع شكرا كثير إلك موفا شكرا مثل ما شايفين حاليا عم بتتابعوا معي الطلاب من جميع المحافظات السورية متواجدين هون أكثر من 327 طالب متواجدين عم بيخدوا التصفيات النهائية على المستوى الوطني للامتحانات وهن خضعوا طبعا المتواجدين حاليا هن الصفوة أو النخبة التي بقيت من التصفيات الانتقالية التي كانت تجري على مستوى المحافظات وصولا إلى هذه القاعة اليوم لتجري هذه الامتحانات النهائية ورحاول لكون متواجدة معكم وأيضا لننقول كل التحضيرات صباح الخير مرحبا صباح منو تعرفني بحالة أنا جورج حداد من محافظة حما فيزياء أهلا وسهلا فيك كيف تحضيرات؟ كيف شايف الأسئلة؟ التحضيرات متازة الأسئلة بشكل عام فيها شغل بداية تفكير وأسئلة حلوية خلينا نحكي عن مشاركتك هاي أول مرة تشارك بالألم؟ رأي نعم ليش حبيت تشارك؟ شو بيمثل لك المشارك؟ أنا حبيت شارك بدافع العلم أنه أنا بحب هاي المالدي التكير وحبيت شارك فيها موفق يا تكلا نحنا ما بدنا كثير نطول على طلابنا ولكن أيضا موجود معي هون أحد الطلاب المشاركين وهو من الطلاب اللي كانوا أيضا مشاركين من العام الماضي وحاز على المرأة الأولى وأيضا هو ابن حلب شهباء بكري صباح الخير بكري صباح نور بكري هاي مو المشاركة الأولى إليك السنة الماضية لتأيناك وكنت حزت على المستوى الأول حكي لي عن مشاركتك هاي السنة؟ المشاركة هاي السنة نحن جايين منشان نختبر مسيرتنا ونحن لوان المستوى اللي وصلنا له بدراستنا يعني نختبر إذا نحن كنا بالطريق الصح أو لا فهذا بمجرد يعني اختبار نفعلنا ومنشان تتويج العشر لواء إلا لعام 2017 موفق وإن شاء الله كمان السنة نشوفك من نصر تلو إن شاء الله يعني هي كانت بعض الأجواء مثل ما الكاميرا عم بتفرجيكم حاليا بعض أجواء الامتحان نحن ما رح نطول كتير لحتى ما نشواش على الطلاب وخصوصا بأنه الأسئلة هي أسئلة بدها وقت كتير من التركيز وأيضا الجهد وهنا مستمرين بهي القاعة لساعة 12 الظهر وبعد في فترة استراحة وبيعودوا لجولة تانية من الامتحانات رح أرجع لكم بعد قليل ونرصد أيضا أجواء الامتحان وهلأ بدي أرجع لزميلاتي بالستوديو لزينب وميسان لحتى يكملوا صباحنا غير وبنلتقيكم بعد شوي لكي زينب عم تسمعيني زينب؟ أكيد عم بسمعك وشكرا إليك سلمة عم تنقل لنا أجواء طبعا التحذيرات لتصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري مثل ما قالت سلمة يمكن من كل المحافظات تتجهوا وتوجهوا الطلاب لبناء مستقبلهم وحلمهم لتغيير حياتهم العلمية كمان والدراسية يمكن ميسانا موضوعنا ما كتير بعيدة عن الطلاب اللي هلأ رايحين عم يقدموا شيء وبيخص حياتهم كلها أكيدنا نتمنى كل توفيق لطلاب الأولمبياد العلمي السوري اللي كمان عم يرفعوا اسم سوريا بالأولمبيادات العالمية ترجمة نانسي قنقر